بصعوبة بلد شفير وراح جرب على البكلي كون معو ضيفة تمام بلاقة اه 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 افضل تمام بس بذلك شيء ليه جاي لعندي مفضل انو انا عالبكلي اصوار كيفك شوفك لانا ازاني اه لا بس ليش انو هيك انو ضغري بتاخد فوز لما تسينا على الهوة شايفه مهلا كنا عم تضحك ورا الهوة يقف ان شخص لها شايفك تللت ضيائه طب ايما هات هات دايه قضيني هم ضحك ببعلشة اه اه م 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 اه م 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 مه ب linhaب ترفض لانك اه زميلي وبحبه كتير الا ما بدأ بدي كتير جاملك على الهوة اه اه بس بحبك مميز عن غيري لانو برنامجة مم م م م م م و فبحبكو نم م 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 Bard اكيد خليني يكمل جملتك ساعة بتانا لا لا بس تعال شو نعمل اول شو نعمل لا لا بس هيكمل لك لانه انا معود انه كل شي يكون مميز يعني بينتقدورك بتميز بيحكوك بتميز ضيوفي بتميزو الناس ما عن اصدد فحبت كون معك اليوم بتميز انه هالمرة انا اجل عندك اهلا وسهلا نورتني نورت استوديو عالبكلي بس في شي هيكلفتني انه في كتير ناس ما بيشوفوا اللي عن تعملوا تميز ابدا شوفوا نقطة صودة بالصحافة ما انت كمان في ناس بيشوفوك نقطة صودة نا مش هلقتي بلا في ناس ما بيحبوا بس مش نقطة صودة بس انا بشو نقطة صودة تبعيتي انا اللي بدي يقول عني نقطة صودة نسرين بدي يعطيني الدليل انه انا نقطة صودة اولا لو نقطة صودة يعني هايدي اهاني للمحطة هايدي اهاني للمؤسسة هايدي اهاني للاعلام كله وين النقطة الصودة فيك تقولي شي اسمه هارتك اليوم العالم ما بتتمنى ما بتعرفه بعد صارت عم بتتعرف عليه من فترة صار لتتسنين يمكن بيعتبروك متعدى على مدرسة الهرد توك عم بتعلمي نيح هيك خليني اقولك شغلة انه انا اليوم ما جيت طلعت نجم هيك انا تعبت لبلاشت اختي خطوة 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 ورا خطوة لأوصل فاليوم وصلت عم توصل تماما اكيد عم بوصل عفكرة مثل ما في كتير ناس ما بتحبني في كتير ناس بتموت فيه وبتحبني فأنا اليوم بسعى بسعى شو بحبه فيي حساعدك بالاسئلة ضغري يعني شو بحبه فيي جرقتي صراحتي عدم التزلف تبعي على الهوى بحبه انه انا شخص بتهين ضيوفك ما بعرف تتعطيني طب انت بتقبل حاورك متل ما بتحاول ضيوفك اكيد اكيد ما بقدر انا اليوم ليه ما بتقدري بس انا بسألك قبل بتسأليني اكيد ما هي مدرسة بس انا بتقلك شي اليوم اليوم لما نسرين نسرين عم بتقلي اليوم انت بتهين ضيوفك انا بسألك سؤال واحد عطيني السؤال انا هنت في ضيوفك ما ما تفوتني بس انه لما بتقله لضيف انه بدي مزك هاي كباب وجهك او لا ما بدي شربك او كتير انا قيل لا ضيف ادي كباب وجه طب انت بتقول لضيف كتير لحظة لاحظة 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 ايه في مرة ما سكت هددت حدا انه شي ايه كيه انا ابدا في ضيف هددني بالكببايه اه العكس ايه ام زاح علي هيك ام تأكيد اكيد التب تفضل كبب علي اذا بدك زح تب ايدي اكيد بس هو هددني انا لقو هدد ولا بقبل هين ضيف وعلى فكرة كل اللي بتعمله هلاو ما بتعتبره فيك طب ما عطيني طب ليك بتقرأ على السوشال ميديا ليلة الأربعة شو سي طب أنا يا بيكتبوك كتير 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 منيح مثل لما تطلعي أنت ضيف نسرين ببرنامج يا ناس بتحبه ويا ناس بتحبك لإليك بتمضح فيك حتى لو حلقتك منة كانت على البكلة أو في ناس بتمضح فيك أو بدأت تنتقديك لأنه ما بتحبك أنت اليوم مش كل السوشال ميديا ما بحبك بس في أشخاص معيني اليوم عنا ما بيحبوك يمضطرين يفختوا فيك في ناس يعني في ناس تعتبر ماعتبرين وقفين بوجه أكيد أكيد هاي ما بدأ سؤال مين دعمك شو؟ مين دعمك من أهلا غير أنت أنا أنا أكيد أنت بس أنه مين معك مين دقلك هنيك كل الناس كل الناس وحياتك وحيات الله بس أنا ما بحب أعمل شو أوف يعني ما بقف على الهواء طب ليه بتحب تعطي صورة ما بتشبهك أنت أنا اليوم اللي عبيلي أعمله مثل ما بعمله بعالبك لي مع ديوفي أنه بحب بين هيدا الوجه التاني أنت مبتشبه عشان هيك جيت لعنديك عستوديو لما طلبت مني يكون موجود يوم التصوير أنا وصلت من السفر وجايد غري لعنديك عستوديو لأنه حابب هيدا الاستوديو يعني أنا حابب استوديو عالبك لي نورت مزيدي أنا مقلة مقلة بأنه فرجيك البيت وكذا فيك تزوريني زيبتيني بالبيت أكتر من مرة وأنا زيير بيتك وكذا بس اليوم عبالي اتحاور يعني أنا بحب الحوار الجدي أنا بحب الحوار طيب ليه عبالك تاتي صورة ما بتشبهك أول شيء شيء هي الصورة اللي ما بتشبهني ما بتشبه أنت برات الهوى حدا واحدة واحدتين أنا حدا كتير بيبي طيب أنا على الهوى حدا كتير جدي بس أنا اليوم لا مش جدي بلا لا أنا ما بقدر استعملك الكلمة أنت شوى الهوى لا شويل تقولي بلا تهزيب يعني بس انا اليوم بطلب منك على الهواء هلا انا بتحديميني وبين نسرين زواهرة وعلبك لي رح تربحني اكيد ليه ما بقدر انا فوت لا ما فيك اواني ولو انت اللي بتعملي البرامج اللي كلها النقد بتنتقديلي اكبر وضيوف تقليلي ما بتربحني اكيد لح تربحيني بربحك بالغير طريقة اذا كنت عجد اذا كنت عحق بس انا اليوم عندي سؤال اذا انا اليوم تمام بلي اوكي بلا تهزيب انا اليوم بسأل قناة الجديد انا عم بحطلك نهون ما انا عملتش عنه لا 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 الا انا اليوم بترح عليك سؤال واحد اي انا اليوم بترح سؤال واحد عن سرين زواهرة عم بتجولون ريتنج اكيد عم بتجولون ريتنج خلص من هيك باشألي لان انا اكيد ايش اهيه ون انا ديبلوميسية وما بعرف حاور الضيف اللي بيعطيني مساري حطتم بجيب تل اطلع اقول له يا إشه حلو شو مهضون بس مين ضيوفك تمام اوكي بس لحظة مين ضيوفك تمام لا مشكلين في كثير ناس جابت وفي ناس ما جابت هذا لعبة الريتنج أنا مش قريه أنت أسير لعبة الريتنج أنا أسير العالم تحكي فيه بس أنا ولا مرة طلعت على الهواء ألت ريتنج بس أنت أسير لعبة الريتنج وقال لا ما بتجيب اللي بتجيبون فاين بس أنا مثلين ما بدي سمي ما بدي هين الناس بس كثير ناس أنا بالنسبة لي كل ضيف طلع معي هو أنا أفتخر فيه إلا بضيف واحد مين؟ ما بقول عنه أكيد لا وبندم إنه استقبلته بس هدا سكوب ما رح عطيك إليه لأليه هعطيه بآخر حلقة لأليه أوكي طيب تمام الصحافة بتعتبر أنت أعلام أصفر أنت بتقول لا بس بدي دليل إن أنا أعلام أصفر طب شو الأعلام الأصفر من سمي لحلك أنا أسألك ما فيش اسمه بالأعلام أنت كصحافة اليوم طب مين الأعلام الأصفر شو يعني أعلام أصفر ما شفت لك ريئك أنا كمانجية لا ما نعيشة كتير لذلك خلينا نرجع أوكي على فكرة أنا الوحيد اللي ما بي نشاف ريئي والدليل على ذلك أنه الليلة ما نشوف لا أنا أصلا ما جاي أنا جاي عن جد أسئلة الناس أنت بتعرف في محبة بيناتنا يعني وأنا كتعاطي على هذا حال ما بدي أطلع عن تلفيو بس عطيتك لأعطي قبل تكون معك لأنه بعرفين نسرين ظواهرة وأنت أصلا الشكل اللي بتطلع فيه على التليفزيون لما تكوني عم تنتقدي مش هيدا هو نسرين ظواهرة شفت اللي عم بشارشر عم بشارشر سامنه شيء سام كبه سام فأنا اليوم بدي ألك شيء أنا ما بعرف شيء اسمه صحافي صفرا أنا بعرف اليوم عندي برنامج اسمه هارتوك هيدا البروغرام هو حوار جريء هلأ في ضيوف هون الفرق اللي ما عم يقدروا يستوعبوه بعض الأشخاص إنه أنا اليوم لما استقبل نسرين ظواهرة مش لما استقبل حدا مثير للجدل ما عمل شيء بحياته إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي أنت وأنا وكل الناس بيتابوه عبر مواقع وعمل له لايكات ولكن ما تكون عامي لايك أنت بس أو فولورز أو شيء أو أريع القليلة أنا اليوم برنامج من أول حلعة طلعت فيه وبهيدا الاستوديو كمان قلت شغلة واحدة إنه برنامج يستضيف المثيرين للجدل شي يعني المثيرين للجدل؟ يعني اليوم بثيروا جدل عب المجتمع وبالرأي العام إن كان فنة أو سياسة أو أي شيء ظاهر عبر الشاشات عبر مواقع التواصل الشميع ولو إنه ظاهر من فراغ يعني عطيني ما عطيني قلتلك عندي حلقة واحدة ما بديهيني الناس بس في كتير ناس ولا شيء طيب كتبي لي كتبي لي بدك ألم بدك ألم؟ عطوني ألم عطوني الألم طيب لا لا ما رح ايبل طب إي رح كأنا براح مراح ايبل أنا ما بهرب أنا يعني في غير كتير بيهربوا أنا ما بهرب ليكوني يجابولي ألم تم أن ضيع الوقت بقولوا برنامجك فضائح تمام عالبكلي أنت داخلك؟ كتير حبات شو؟ لو مني عالبكلي مكت موجود معك هون لأنو أنت ما بتستابلي إلا اللي عالبكلي لا أنا جاي يبايين الناحية الفيك اللي عالبكلي أهل بس أنا عالبكلي ولكن لأيك لو أنا خليل أختصري ركاه مشان ما نجع نعيد ونكبير وبيتواضوا انا عالبكلي ولو مني مثير وناجح وقالي وجود اعلامي انت اكيد اليوم ما كان بشرفك تستقبليني طيب تقبلي عالبكلي اوكي اسلوبك بالطرح مستفز اصبق الطرح مستفز غير انه صحافي صفرة يعني انا اليوم لما اكون مستفز ماني صحافي صفرة يعني انا اليوم لما اقول نصرين زواهرة بتكبسم اوكي باول فقرة باول فقرة بالبرنامجة ما بتكبسم بتقول كلمة الحق بتقول يلي ما بيحبوا يسمعوا الكلمة فا اذا انا متلك فا اذا ليه ما اسموح لقاليك مش اسموح لقالي تاني شي انا اسلوب يختلف ابدا انا اذا بتشوفي حالك انت عشاشة التليفزيون كيف تزيعي الفقرة الاولى كيرس طب انا ولا ضيف زعل منك ولا انا عطيني ضيف واحد انا بلا يمكن فيه ضيوف ما تقللي كيف يفلو كيف يفلو ضيوف من عندك فيك تسأل المخرج نضال بكاسيني بيقالك كيف يظهروا ضيوف من البرنامجة لانه ما بتخيل ضيف هم تعمل فيه هلا عميل وتسأل احد الضيفات مثلا انت مدلش بتشتغلي لحتى تجيبه مصرية فيه اسئلة انا بسألك سؤال واحد احنا ضلنا نحلل وما رح موصل لجواب وبنصحك ما تفوتي بهيد اللعبة معي لانه بعد الهلا ما حدا قدر لقى جواب لقى الا شو هي؟ لعبة انه اليوم بسألوا ان انت قلت له احد الضيفات انت منين جبت مصرياتك لانت شو طبعا اذا ضيفي عم تقلق على الهواء انا صار لفترة ما عم مغنى بتروح جايبة عم تخبرني على الهواء انا عندي فيلت فلان وإكس وإيجراج وزاد من اين لك هذا؟ طب صالت من اين لك هذا؟ كنت عم تقللي انا ساعة ما بدي فيني يجيب مصاري انت ما بيستفزك هذا السؤال عم بتفرج الجمهور انا سألته لاخد ضيفاتي طب ليش مسموح عليك ومش مسموح عليك لا انا نسأل بغير طريقتك انا وقت لك انت عم تحكي عن الطرح فبعدنا عم نروح على محل واحد انه انت بتشوفي انه الطرح هوي لاستفزك مش اسئلتي هي اسئلة فضائحية او سوداء لانه انا اليوم بدي اسمح لحالي اقول انه اليوم في برنامج نفكر حاله كان الصف الاول عبر شاشاته العربية مين؟ عام بلك عبر شاشاته العربية مش اللي بني عم بحكيه شو هو طيب؟ اكيد كل العالم تعرفوا اصبح اليوم يحاور صارت الموزيعة توقف هيك وتحاور كما يحاور تمام بلق لدرجة طب قللي مين؟ انا ما عرفت مين؟ معروف مين مفي برامج بتشبه بلا تشفين؟ ما بعرف راسي مش مركز ولا؟ اي مش مركزي معك بس بركز بس مع تمام بلق او ماي جاد طبعا لا كثير عم تخجلين اليوم لا ما تخجل اي كفة مين البرنامج؟ برنامج تليفزيوني مقلن هي زميلة كثير بحبه بس اكتشفت عم بحضر حلقات انا عم بتقلدك؟ وك اكيد حبيبتي اكيد يعني اليوم بكنت تعزلوني بس ما بتقدر تقولي هيك تماما ليش تقول غلط؟ لحظة لحظة شو الغلط لا كيفك تقول عم بتقلدني؟ ليشو يا لطيف؟ ليش انتي ولا مرة حدا قاليك انك بتقلدي او بقلدوك او كذا ما سمعتيا؟ لا ما متواضع انا ما بقوله لا انتي متواضعة؟ اه اكيد لا اعترف اني متواضع انت بس رابي معي طب شيرز رح نتلع بريك ونتابع من بعده خدوا بريك اصبح خدوا بريك بعد العلين تقبل تطلع ببلد الشفير؟ انا انا ما بقبل نصلا اللي شو قريني ورقات انت واي احوال الجريء؟ انت هيدا لانك بتغارب النجاحي منتابع على البكلة وبستوديو معي بلد شفير اه سوري بع البكلة بعض الزير تقبل تطلع ببلد شفير؟ أنا؟ أنا ما بيقبل مثلا. أوه. والله ما بيقبل. بديك حامضة؟ لا ما بدي. بس مرة قلت لي قلت لك ما بيطلع. مرة قلت لي؟ انت بتقبل تطلع ببلد الشفير بيشرفك يعني حط عينك بعيني وجوابني. اي لأنه ما عندي شي غلط بحياتي. اكيد عندي ما حدا معصومة عن الشفرات. تبهي. اكيد اكيد. هو يعني اللي بخاف ما بيطلع فكرة. اكيد. خاف من ملفاته يعني. اكيد. إذا اليوم انت عامل العمايل. افترضنا. بتطلع ببلد الشفير. عشان هيك أنا بقول للناس حملوا حالكم ما سمعتها. لانا اكيد بطلع ببلد الشفير. انت بتطلع ببلد الشفير. اكيد بطلع ببلد الشفير. عم بزعجك شي بقى سألتين. بدي خبرك شي. أنا؟ مين فكر حالك؟ عطول بدلك تسأل ديوفك. مين فكر حالك؟ انت مين فكر حالك؟ تمام بلاء. شي يعني؟ تمام بلاء اللي عم يسعى للنجاح اللي عم يتعب اللي تعب مسيرة إذاعة صحافة مكتوبة لوصل للتليفزيون واليوم. بس شو بنيت؟ في ناس ما تبرين انت بيني عفوفيش تمام. وبالتك اللي بتوقف تجيب فيها ريتنج. ايه. جيب أول خلينا خبرك. بالتك اللي رح توقف فيها تجيب ريتنج شو بتكون يعني أي كاريار بنيت؟ إعلامة حقيقة وغير متصنع اليوم والدليل. بس ما انت فهمين القصة غلط. لان انتوا فهمين غلط مش انت يعني اكيد يعني انت اكيد عارف ان انت فهميني صح بس انه. نا انا به الموضوع. انت عم تشتغلي بلاء تشفير وانا معك وانا كتير. لا ما عم بشتغل انا عم بشتغل نسرين زوارك يفتحك. اوه. ما عم بشتغل بلاء تشفير ما فينا اشتغل بلاء تشفير قلتلك. ما بقدر. ما قلتلك بدنا مدرسة. بس ايلي اليوم بس انا اللي عندي ما بديك تفوتي دغري عالجامعة بس ترجع على ورا دغري. اه. شكلك توترت. اي بديك اظهر. اظهر شو هميتنا. رح يرجع بعد بيحبني. بدي خبرك شي. لو ظهرت بقولي على الهوى مش انا تمام بلاقي اللي بترك استوديو. هاي واحد. ولما اقرر صلاح يقولي يا الله شو شايف حاله معنو انا مني هيك ابدا بس بس كلمة تلحقت وقال لما اقرر اطلع ببرنامج يبخوضوا للاخر مع حدا يمكن بكبسم هالقد. اه اكتر مني يعني معنو انا ابدا بحياتي ما عندي اياها. وانا ابدا ما عندي اياها ايه. طب تمام استضافت ميكا يلا مسلا هلق خطرة عراسي لانو نكتت نكتة. ميكا يلا بتنكر انو ما عملت ببداياتها شي. ببداياتها. واليوم لما عامل المخلوقة كذا غنية بس انا اليوم. انو نكتت تكمنائك نكتة قوية انو خارج هدا الشي تستضيفه ينعمل له حلقة ونعمل عليه. اذا انا غلط. اذا انا غلط. ما حضرت اذا بكتالي. انا حضرت اكيد. انا كل ضيف استقبله بكون فخور فيه الا ضيفة واحدة. لحرجو عايدة. اذا انا غلط. جاوبينا على السؤال. ايه. لين عمل ضجرة قالها هالقات. وين عمل ضجرة. بردون. انت بمحيطة كين كين. ايا محيط حقيقة ما الصحافة اللي انت فيها. انت الصحافة المكتوبة اللي موجودة فيها هي اللي عملت الضجرة. طب دعاية عند دعاية. الناس اللي اللي عم تكتب كينت واللي عم تحكي اليوم. البرامج الكبيرة اللي انا سبونسور لقلهم صرت اليوم ببرامجهم اللي يجيبوا سيرتك الاسبوع. حالتي مش من الففوش جيت هيك. ما فيك تكبري حدا ما انو موجود. طب. انا اليوم ما بطلع وحدة او واحد او ضيف مشان ما ما اقول حدا. ما بيكون عنده عارف اعداده الماتير الماتير اللي بين ايديي اليوم. اعداد الحلقة ما بيكون يوصلني لمحل يكون مثير للجدل. ما بطلع. انا عندي كتير اصحاب بالوسط الفني من صف الاول. بدأ تلافهم برفع لهم تلافهم انو تفضلوا لعندي. بس ما بيجوا. انا من الخمس دقائية. ما بيجوا. وحياتك بيجوا. ما بيجوا. وحيات نسرين وتمام بيجوا. ما بيجوا تمام. بس تمام بلاي مدى قال لهم. بيجوا يمكن لما بتعمل برنامج تاني انا ما بنتقس منك. بس بهيدا البرنامج تلات تربال. طب ليه راغب ايجا. بس كيف انت رفعت له. وصوف ليه اجا رفعت له العشرة للوصوف. ليه وصوف. شو رفعت له. انا الوصوف اصلا انت. اتجرأت تسأل انت القال من اسئلتك. ايه سألته. الوصوف اليوم بعطاك مدى محددة. انا اليوم قدرت اعمل انجاز مع الوصوف. متل ما قدرت تكون كمان ببرنامج بلات شفير مع راغب علامي. راغب علامي فيك تحقيل لي مع منا انجاز. والاسئلة اللي كانت اسئلة مع راغب علامي. انه كل حدا جريء بيقدر يطلع ببلات شفير. مرسي اولفوار. راغب هو حالة استثنائية زيادة عن الزوم يعني حدا. طيب علامي. اوكي او يمكن انت في معرفة في واسطة واسطة. انا كله بيطلعوا معي. بس انا بعرف في مئات لضيوف قالوا لك لا. كم حدا قالك لا. اوكي بديك تعرف الاسماء لضيوف اللي ما قبلوا يطلعوا معي. اذا بدك. اوكي ما راح اعطيكي كمانا هيدا سكوب لانو بدي اقوله باخر حلقة بالبرنامج بلات شفير. بالاسماء ولاش. هيدا سكوب لالك. اخر هم. اخر همك. انه ايه. انا عم بحكم لارد حكم. لو مش اخر همك ما بيكون مكتوب السؤال على الورقة. لا ما انو مكتوب السؤال على الورقة. طيب فيها نقرأ. ايه تعقرأ. اوكي. شو. مش مكتوبة. هذا الشي مش مكتوبة. تفضل. طيب الشقري لورقاتي يعني. ابدا بس. انت وايه ولا جريء. انا جريء. انا ابعد ما يكون عن الوقاحة. طيب بتحكي اليوم. انا اكتر حدا طيب بالحياة. اكتر حدا دمعته سخية. بارف بارف اكتب. انا اكتر حدا بس انا اليوم. لكون ناجح قدر عيش دور شي اسمه هارتو. بتقول اليوم التليفزيون. هالنواية لضيوف بدييها. سمح لي انقول يعني شغلي بالمجالس بالامنات انا ويهيك. انه ضيوف بدي التليفزيون اليوم. اعزرني انا بقول. ايه. انا بقول عزرني. اعزرني. اعزرني وبطرح السؤال. اه هيك. وامي ضال بصير يصرخ من الرجيل. اه. لا. يعني سمح لي انقول هالشغل اللي بحكيي انا ويهيك. انه وانا بوفقك علي. يعني خليني كمان اقول للناس. انه التليفزيون بده الناس يلي ما بعرف بده هول الحلقات يلي. ناس مصيرة للجدل. بس انت لحالك شا عم تعمل. عم بعمل كاريير مرتب وحلو. لانه انا اليوم. يعني. سريم ديس عليك سؤال. لما انت استقبلت جو رعد. ما استقبلت. انا استقبلته بستوديو خمس دقايق. برنامجك هيك هل قدي فكرته. لحظة لحظة انت عم تعرض ان استقبلت جو رعد. بس واحد اتنين. لس عليك سؤال. لس عليك سؤال. لما استقبلت ببرنامجك. لما استقبلت ببرنامجك الزميل هشام حداد. وقال لك هشام حداد انه انا استقبلت جو رعد لانه على الليلة ريتك ببرنامج. صح. مصبوط. انا اليوم. انا اليوم تمام. خليني اقول شي. اقول شي بدي وجه تحيي كتير كبير. هشام حداد. طبعا انا بحيي. اقول له له هشام انه تانكيو. اعتبرك نجم الجديد. على كل كلمة. تانكيو كتير. بدي اقول له تانكيو على كل مرة بيبعتلي فيها واتساب ليهنيني على حلقة. لانه لنه غيران. وبعرف عنده سئة بحاله. وبعرف انه بهمه نجاح الاخر. ومنه معقد مثل غير ناس. فانا بدي اقول له تانكيو كتير اليوم على الهواء من خلال على البكلي. بدي اقول ليك شي. اقول لي. اليوم الضيوف اللي عم تطلع على الهواء. طالعه بكل البرامج اللي عم تشوفيه. الفرق الوحيد والاهم اللي انا عامله. انه انا بطلع ما بمسح جوخ للضيوف. انا لما عم يطلعه. ما عم بفهم ليه ما عم تتقبله انه انا اليوم. ما بطلع. طيب ليه بجيب له بوكاة وارس. ليه بجيب له جوفك يطلعه يطلعه يطلعه. وحياتك انا ما بعيد. يعني انا دايما بس احضرك بقول يعني ليه بطلعه. اول شي بطلب منيك طلب. انا ما بحضرك كتير او اف. ما تحضريني. ما بتحمل. اوكي ما تحمل فيك ما تحضريني. لا بحضرك يعني لاني بحبك بس بعمل زابينج ما بحمل. يمكن هيدا لانك بتغارم النجاحي. لا ما بغارب. اوكي فعلا. انه انا ما بغارب. بس انا عندي شغلة بديقوله. اليوم بديقول شغلتان. اساسيتان. الضيف اللي عم يطلع مع تمام بلاه. ما عم يطلع ينمسح له جوخ. يتبهدل شوي. بالنسبة اللي قالك اذا انت بتشوفي او بيسمحوا هني انه انت تقولي عنهم. هيك بينكتب يا تمام ما معقول. حبيبتي مش كلشي بينكتب يعني انا اليوم لما يقولون نسرين زواهرة. لاحظة لما يقولون. لما انا قريت هيدي كل مرة نسرين زواهرة. لشو بالاعلام. يعني انا لازم صدق كلشي بينكتب. وان اريتا هيدا. انا اريتا. انت اريتا. انا اريتا. انا عمقول. عمقول باريكزابل. عم بعطي مصل. اليوم انا لازم اطلع هلا اقول. لشون سرين زواهرة موجودة بالاعلام. هيدا بيطلع حدا بيقدر يقول هيك هيدا رأي. طب انا اليوم كم واحد. بيكون في اجماع. في اجماع. ابدا. مش مضبوط. هلا انت بدك تقنعين اليوم بالاجماع اللي عم بيقول انه انا اليوم. مني موجود على الارض بقوة. موجود بقوة طبعا. طيب. بس موجود بشو. ليه تمام بدنا نجيب حدا. طب شو دور العلام. ما بدي يفوت بتسمية ليه العالم. ما بدي يفوت بتسمية ليه العالم. ما فيك تحاوري تمام بلا. ما تقليلي تعطيني بروف بين ايديكي. كتير تمام. لانه انا لما عم بطرح واجه براف. لما جبت سمال مصر. شبه سمال مصر. شبه. ما فيني اقول لك شو هي سمال مصر. شو هي سمال مصر. انا استقبلتك انت اول واحد. ما كانت عاملي بلبلة بالسوشال ميديا. حبيبي انا ما بيستضيفة. انت ما تستضي فيها انت اليوم ما عم تستضي فيها بس انت استضفت ليه تتقلي انت هو وحدة بتعملي وبتسوي وتقولك هي ايه ايه انا وقصستضفتش اسمها لاحظة لحظة لع انت بيكت لحظة لانا سامع المصري ما بتحمل تابع كتير ما بتحمل تابع كتير بيستفزك الموضوع انا ليه بدي احضر هيدا لحدة انا شعام بيستفيد كمشاهد بس في كتير عالم في كتير عالم تتسلى تحضر بتتسلى لأنت مي بتتسلى فيك أمل حمادي سلتنا ما سلتني أمل حمادي جماعة حضرت أمل حمادي وما حضرت سمال مصر سمال مصر شوي وريحت ليه بدأ أحدر أمل حمادي حضر ما حضرته شوي تفيني سألتك سؤال أنت شا عم تضيفي للأعلام لأ طبعا بروغراميك بروغراميك اليوم لما عم تطلعي عم تنتقدي هيدول ضيوفك للوقت عم نقول كلمة الحق أنا عندي سؤال بسألك كيف قل لي بس روح لعندك بس بتجاوبني بس مرح روح لعندك لا طعقتي قوية بس مرح روح لعندك مش روح لعندك مش هيدا الأول لهم فيها تحت الهواء بنحكي قد ما بدأ أصدق أنه برافو بحياتك ما تخلي الضيف هو يحاورك على الهوة زي أنت كنت مستقبطي تفضل طيب وين كنا ضيعت اللي الدني كلها معقول طيب نحنا اليوم أنا عابل لي أسألك سؤال نحنا اليوم نصف ما بقى تسألني نحنا اليوم ما بقى تسألني أنا عام بسألك نحنا اليوم نصف أضيفت جوال Legal أراد تصرخ عليا أنا عندي سؤال أه بدك تجاوبينا على السؤال طيب أللي في سؤال فيك ما تجاوب عليه في سؤال يتجاوب عليه ص prevents بالفتقنا لأيديك هادي وقفت هيا ها جدا uh 스크린 كاميرا لعيدها يع programs ما فيني انا بدي أش,' أنت بتعرفن